أخوتي الأعزاء السلام عليكم معكم شفا عبد البسيط كانت من شاء الله كوشيكم زيان وفصحة جيدة الحلقة ديال اليوم ان شاء الله ديال هذه البريوات كما كتلاحظو بريوات كتلعو رائعين بزاف كانت من شاء الله تجربوهم بنفس طريقة اللي غادي تشوفو إلا بغيتو البريوات بقيتلعو لكم افتيين وارطبين ومزيانين الأغلبية التي تأخذو البريوات مع لبراك تجربوهم كاس حين من البريوات ديال السوق هنا كنت من شاء الله تشوفو الطريقة كان أخذ واحد نصف كيلو ديال الكوكو يعني فول سوداني كان نحمره وكان نقشره ولكن ناخده بالأقشور ونحمره بنفس الطريقة وعندي واحد الكاس كبير كريمي مشيد عنبه كريمي كي ياخد مية وعشرين جرام ديال الزنجلة ديال السيمسيم كنحمرو نحمسه واحد شوية غير كنسهدو وهنايا كناخده متعين لكاس ديال العنبه غدي تاخده السيمسيم يعني كاس أونس ديال الجنجلة وهنايا كناخده واحد ميتين جرام ديال الزبدة كندوبها وكان اخد واحد يعني واحد القليل ديال السكر السكر يعني على حسب دوق ديالكم بريتو تعمله محلوين بريتو تعمله يعني لكم الاختيار أنا عملتقي واحد قليل هنايا تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه كما كتلاحظو واحد تقريبا واحد تمانين جرام ديال السكر تقريبا هنايا وكان اخد واحد ودينا عملو واحد شوية ديال كاس ميتو ديال المسكة الحرة وواحد ملعقة صغيرة ووافية ديال القرفة وقد ناخد واحد قليل ديال الماء الزهر ونايا قد نخلطو تحنت داك الكوكو يعني داك الكوكو كانت تحنوه شوية ما كيكونش يعني بحال شكل دقيق الفينو ما يكونش يعني متحون جزاف وما يكونش يعني تخليوه يعني غير هاشي لا يعني كانت تحنوه شوية مزيان بحال الساميدة الراقيقة ونايا عاوتاني كانت تحنوه داك الشنجلان مزيان داك السامسين كانت تحنوه مزيان ونايا كانت زيدو له هاد الزبدة هادي كما تلاحظوه انا عملت له واحد ميتين جرام تقريبا ديال الزبدة يعني باش كي يجيو فتيين وشاشين والزبدة الحيوانية الماشي الماركارين ونايا كانت نعملو واحد واحد قليل ديال ماء الزهر يعني شحاد ما بويتو تعملو انا عملت واحد خمسة ديال المعارقة بحالك داك ونايا كان نجمعو هاد العقدة كان خلطوها مزيان وهنايا الاخصكم يعني مزاكت جي دايلة كانزيدو واحد شوية ديال ماء الزهر يعني كانجمعوها ماء الزهر عندما هنيا كما تلاحظو هنا غني نزيدها واحد القليل يعني تقريبا ما هذا باكت عرفوا الكوكاو وراكي شرب لكم انتما تتحصلوا عن العقدة كتكون متماسكة مزيانة ومتنسونيش بواحد اللايك ديالك وما جلسيكم الخير كتعرفوا اللايكات رأوا هو ما اللي يجعلوا الفيديوهات المثلا على اليوتيوب والفيسبوك كي قيقترحهم الانسان واذا ما كانش اللايكات لفيديو كيعرفو ذاك الفيديو راهما ممنوش وراهما ما كيدخلوش كيتفرجو الفيديو شنو فيه ولا رايك يشوفو غير اللايكات واش عنده اللايكات مزيان اذن الفيديو مزيان كيقترحه الله يرحم لكم الوالدين وما تنسونيش الله يجزيكم الخير واللي ما يشتركش كانت مناش الله يشترك فدلا وليس أمرا ويدغط على الجرس باش يوصل لي الجديد كما كتلاحظوا كان عملوا هذه الكورايات يعني كان عملوا فيهم تسعود حتى للعشرة ديال القرام اللي بغيتوا يعني تسعود قرام عشرة قرام تمنيا قرام شحال ما بغيتوا تعملوا فيهم وهنا هي كان جيبوا جيبتوا عندي واحد نص كيلو ديال الورقة هنا يا كما كتلاحظو كان أخذو الورقة اللي كتلقاها مزيانة وهنا يا رأني عملت واحد قليل في واحد ذيك الزلافة اللي كتبال لكم يعني عملت فيها واحد قليل ديال الدقيق هنا غدي نقطع الورقة ديالي غدي نفصلها على 5-5 سنتي يعني غدي نفصلها كل على 5-5-5 عادي ممكن اللي نقطع باش نعطيكم هذه الطريقة باش قد قطعوه ديالك البندات ديالكم كيمشوا مقادل هنا وعملت واحد القليل ديال الزبدة والزيت عندي معاديك البانشو معاديك الشيتا باش بقنده هنوم وانا هي كان نقطعو كان نفصلو هاد الورقة ديالنا كاملة بانضات بحالك دا باش كتسهال علينا الخدمة ماشي كل مره وكان قطعوه كل مره قطعوه هنا كنشدوه كان قطعوه كل شي بتقاوه هدا هنا اللي كيبغي يخدم كيميا قليلا كيبغي يخرج كبير صغير وكدا كيعزل الورقة اللي غاي قطعوه وكيخلي الخراحتي يقطع ذاك شي اللي غدي يفصل على حسب طريقة اللي بغاوه هنا كان نعملو اللي ما عندوش بسانتي مولا يعمل واحد جوج صفعين ونص تقريبا بحالك داك في العرض ديالهم هنا كان ناخدو واحد بلاستيك ايدائي بحالك دا وكان نخليه وكان نغطيه باش ما كتتيبسناش ديالورقة باش ما تنشفش انتوما كما كتلاحظو دابا هنا كان اخد هاد الرؤوس كنزولهم يعني كيكونوا ناشفين شوية انتوما كنشكل البريوات ديالي بطريقة سهلة كناخدو شوية ديال الزيت مع الزبدة وكان نذهنوهم شوية مزيان يعني يعطيوهم شوية دهنوهم زيان باش ديالورقة ديالكم كتجيب تيال وشيشة راملين كتشريوا الورقة مع العبرو رامك يذهنوها امولوا راكي يخليوا لكم هكذاك كتكون ناشفة هناك ناخدو واحد شوية ديالي كندخلوها هنا لداخل بحالك دا هناك نعملو ليها واحد شوية ديال دقيق مع الماء يعني كنقلوها بحلقة ذا ونعملوا البريوات دينا بعد الشكل هذا كما تلاحظوا يعني بطريقة سهلة ماشي سعيبة محتاجي حاجة ونيا نتمنى ان شاء الله يبليكم كوشي مزيان را نقرب لكم منها باش تبليكم مزيان ونيا نشكله مثلا نحطه هاد الكورية وندوره على اليمين ونضغطه ونقلبه على الياسار وعال اليمين على الياسار هكذا كنت تشكل لنا البريوات دينا وفي الأول ما تزيروهاش بزاف يعني باش تطلع لكم البريوات دي لكم رائعة هناك نحييدو ذيك الزائد ونخليوه غير هذيك الودينة اللي غديندخلوا في ذاك الجيب هناك يما كنت تحلموه لو يعني هنتم بنفس الطريقة اللي كتشوفو يعني ساليتهم وخليتهم حتى نشوفوه مزيان يعني نعملهم مثلا فلاشية ولا بالليل كنخليهم طالص الصباح وعاد كنقليهم باش كيبقوا مزيان هناك كما كنتلاحظو راه هنا يا دبا إن شاء الله غدي نعملو الزيت دينا بعد ما خليتهم نشوفوه مزيان أنتو مراي يابسين هنا يا دبا غدي نقليهم إن شاء الله هنايا دائما قد تبعو الشروحات اللي يردع لكم وكي الناس اللي ما كيحملوش الشرح كيخصوهم يشوفوه بعينيهم أنا كان نعلم الناس اللي كيتسنتو وكيعطي ولي وديناتهم وكيتسنتو مزيان هذيكو ما اللي كان بغي أنا هناك كان وجدوا واحد شوية ديال العسل كتكون باردة العسل ما تكونش سخونة يعني خستكون باردة هناك ما كتلاحظوه والعسل إن شاء الله غدي نخليه لكم في صندوق الوصف والله في آخر الفيديو إن شاء الله أنتو ما شوفوه يعني را كتجي رائعة كتجي مزيان وراها يعني باردة هنا يلكنت الحاجة اللي عسل باردة ومع البريوات سخونين را تمك يشربوه ولكن لكنت العسل سخونة والبريوات سخونين را ما كتشربش كيبقوا لكم مناش فين تمال داخل يعني منك تجي كتاكل البريوة ولا كتلقها قاسحب حال الحجرة يعني تمال هناك يخصوم يكونوا عليش كنعمل شوية دية الزبدة وكيزميتو في الحشوة يعني باش كتلعو يعني كيجيوا فتي سواء دية الكوكا ولا دية اللوز ولا باش مما بغيتو تعمروا هنايا كنمشيو كنعمر المقلاد دينا مزيان بحلقة دا كما كتلاحظو هنايا كنبقى نخلط شوية بشوية حتى كيشدو شوية روسهم لواحد جوش دقايق ثلاثة دقايق كنبدأ نحرك فيهم كنبدأ نخلطهم نخلط هكدا وهكدا هكدا بشي الاخر بشي مخطاف ولا ولا بشي ملعقة حتى كتلقوهم سعفي خدو اللون لي بغيتو هنايا كما كتلاحظو أنا وما خدو اللون لي بغيت دي برا تحمرو هنايا دباغة دي ناخدوهم هنايا ديريكت العسل كما كتلاحظو عندما شوفوا اللون دياله يعني ماشي محمرين ولا كياخدو واحد اللون دهابي منهاي كانت من ان شاء الله هاد الحلقة دي تنال اعجابكم وما تنساوش الله جزيكم بالخير دائما اللي ما مشتاركش كانت من ان شاء الله يشتارك فضلا وليس امرا واضغط على الجرس باش بقى يوصل لك الجديد الابوتي تبقى تفيد رأسك ويبقى تبارتاجي الله جزيكم بالخير باش تفيد حتى الناس معك الله رحم لكم الوليدي يعني كما كنفيدكم ما خشكم تنتم ما تفيدوا الغير ورا هكا كتمشي والله كيسهل على كل واحد اما واحد حاجة كيخليها غير عنده رأى الله ما كيسهل جعله دائما كيخليه تم كيبقى دائما العام اللي يجيك يلقى هو هدك دائما بغير الخير لخوكم مسلم الله يبغي لك الخير كما تدينو تدان انتم ما دبا البروات دينا الشكل النهائي وكنتمنى كما كان قل لكم تنال اعجابكم هذه الحلقة وشكرا شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة القديمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته